السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم المبرمج أحمد محمدي وحلقة جديدة من كورسنا كورس تعلم البرمجة باستهدام البايثون والنهاردة هنتكلم عن الكلاسز والأوبجيكت وتعتبر أول حلقة عملية في الأوبجيكت أوريانتد بروغرامينج فخليكم معنا زي ما قلنا الرسمة بتاعة الكار اللي انتو شايفينها دلوقتي فيه على الشاشة أنا عندي بلو برينت لكار هاخد منه أوبجيكت أو كذا أوبجيكت لكارز حقيقية هتستخدمها في السيستم ماشي فالكلاس هو البلو برينت أو هو الديزاين ماشي والإنستانس اللي هيتاخد نسخة منه هو دوت الأوبجيكت اللي هنستخدمه في الشغل بتاعنا فركزوا معي جدا للحلقة ديت مهمة جدا 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 تخيل ان احنا كنا بندخل مثلا في الكود مثلا إنتجر أو فلوت أو سترينج أو تيفر كل ديت بلت ان تايبس هي عبارة عن أوبجيكت تخيل بتاخدها من الكلاس بتاعها يعني مثلا لو عملت مثلا هنا مثلا نيم بيساوي أحمد أنا كده عملت أوبجيكت اسمه أحمد من الكلاس اللي هو استرينج ماشي ويعني الفكرة ان كل حاجة في البرمجة عموما هي أوبجيكت ماشي تعالوا احنا بقى نعمل الكلاس بتاعنا اللي نقدر ناخد منه الأوبجيكت بتاعنا احنا أول حاجة عشان نعمل الكلاس ماشي فعمل مثلا هنا كلاس تخدم الكيوورد كلاس ومسلا هنقول كار ماشي وبعد كده نحط دقطتين فوق بعد ده كده الهيدر بتاع الكلاس بتاعنا زي ما بنكتب الفانكشنز بالزبط بنبدأ نكتب الميسودز أو المسلا نقول أتريبيوتز بتاعة الكلاس ده كلها بعد بنظام المسافات اللي احنا بنستخدمه من أول الكورس فيه داخل البايسون ماشي يعني ممكن تبقى اللي هنكتبه ده أتريبيوتز أتريبيوتز دي مثلا زي فاريبلز زي مثلا هنقول مثلا هنا ايه اكس حيساوي واحد ده كده أتريبيوت ماشي لكن انا نعاوز اكتب فانكشن ماشي فدي اسمها بيهافير فتبقى دي ماسود فممكن اعمل كده داف ماشي داف رايف خود ماشي تلاقي في كلمة سيلف اتكتبت هنا لما منيجي نعمل فانكشن جوه كلاس هتلاقي جوه هتلاقي كتبت كلمة سيلف هنا غزب عنك ماشي ولو مسحتها كده ونزلت مش هتلاقي اعملك علامة غلط ماشي هو محتاجها ماشي لازم تكتبها سيلف دي احنا اعتمد عليها يمكن اعتماد جاملة الفترة الجاية فخليكم مركزين معها جدا ماشي وهنا انا print driving the car ماشي فانا كده عملت كلاس هوت وحطيت جوه ايه اتريبيوت اللي هو variable وحطيت جوه ايه اللي هو ايه الفانكشن ماشي ويعني انا كده كده عملت انكابسوليت للحاجات دي كلها جوه الكلاس بتاع الكار داوت بس انا نسا ماخدش منه اي انستانت لو جد هنا مسلا وقلت مسلا عاوز اخد انستانت من الكلاس داوت وقلت هنا بولو ماشي زي الكار ليه الجرين ديت وهي اقول هنا يساوي ماشي افتحكم سوقفينه انا كده اخدت انستانت من الكار داوت وحطيته جوه الفاريبل الاسمه بولو فانا كده عملت الكلاس بتاعي بالزبط زي ما قلتلكم كده نحن عملنا المسلا الايه بيساوي ايه مثلا زيها ماشي كده انا خدت كلاس سترينج وحطيت في ايه ماشي ده انا استخدمت الابجيكت اللي اسمه ايه ماشي انا كده برضو عملت ديفاين للكلاس بتاعي خالص وسميته طولو ماشي عشان طيب لو جينا هنا نرجع تاني نعمل الاسمه ايه بيساوي ايه ونيجي هنا نشوف مثلا الطايب print هنا طايب ايه ونرن لكده هوت هيقولك شوف class او string واخد نسخه من الclass عمل instant الclass str اللي هو الخاص بالstring طب تعالا بان شوفه هنا print لي الايه لي البولو الطايب بولو اهو ماشي ورن كده اه يقولك ده main.car ده النوع بتاعه car ماشي فاذا هي واحدة هي فكرة انا عاوز افصل لك ايه ان كل حاجة objects انت لازم تبص لكل حاجة حواليك تتخيلها كobject هو هنا حطي لك اسم الموديول الاول طبعا انه main زي ما انتفقنا ده main module وبعد نحطي لك اسم الclass اللي هو second بعد الموديول اللي هو دوت اللي هو car طبعا انا عاوز استخدم drive ديت هل يجوز ان انا جي كده مثلا نقولك drive زي ما كنت بعمل في الدول اللي قبل كده ماشي هل يجوز اعمل كده لان عملت كده يديني exception ان هو ده drive ده not define طيب ومال اعمل ايه ماشي فيه يعني طريقة ظريفة قوي ان انا اعمل ايه اجيب اسم الclass دوت اللي هو car خلي ده capital هو دايما لما تكتب class خلي اسم يكون capital ده شيء افضل يعني الحروف الاولانية capital دايما ماشي هات اسم الclass دوت حطا هنا اهو car.drive تلاقي علامة الغلط دي اتشالت نران كده اوبا ده لسه فيه error بيقولك ايه missing one required positional argument self السيلف ده نيجي بقى للسيلف بقى ده ده حوار فيه لغة البايسون مش حوار صعب بس هو حوار يعني بمعنى انت دلوقتي سيلف دوت بيبقى يقصد بي اسم الانسسنس اللي انت مستخدمه يعني انت مثلا ايه اعملت polo بيساوي car طب مثلا نعمل العربية التانية اسمها mini ماشي بيساوي car لما يجي ينفذ الفانشن ديت هيعرف منين ديت تبع ده ولا تبع ده ماشي بيعرفها عن طريق سيلف ماشي فهنا لو قلت هنا polo control c control v والرن كده هتلاقي هوت رنلك driving a car ليه لان هو خلاص عارف ان ديت بتاعت الكار اسمها polo مش بتاعت الكار اسمها mini ماشي وطبعا انت اللي عاوز تستخدم الميني هتعمل برده زي كده برده car.drive .drive والسيلف بقى نحط له mini هي ديت ايه التانية فلو شوف ان هنا run هتلاقي drive the car drive the car اول واحدة من هنا من البولو ديت تانية واحدة من الميني ماشي فانا كده قدرت احط ايه دي على ازاي ممكن اعمل class اهوت كتبنا class وازاي احط فيه variable وازاي احط فيه function ماشي وازاي اانشيلايز الكلاس دوت واخد منه variable اللي هو البولو والميني ماشي ازاي اخد منه object اصبحت بستخدم ال object دوت وعشان اشتخدم ال class دوت لازم امرر ال object دوت في ال parameter self طيب افرد انا مش عايز استخدم self ديت بصراحة هي غريبة يعني الناس اللي درسي اللغات برمجة تستغربها شوية يا drive بولو libenmarrer ده كده ثم عملوا تحديث يعني دي يمكن البايسون قديمة خالص في تحديث كده حصل في النص خلوها تشتغل زي كل اللغات بمعنى الناس اللي درست لغات تانية بس يلي ممكن تفهم بنسبة لغات تانية حاول تستوعب احنا بنقول ايه بدل ما انت كنترول زد كده نرجع كده بدل تستخدم اسم ال class هنا لا تستخدم اسم ال object على طول اللي خليك تستخدم اسم ال class لو استخدمت اسم ال object هتقول polo dot drive ماشي وهنا mini sorry mini dot drive هنا بقى انت حددت له قبل ما يشتغل ال polo و drive دولة ها دول بتوع انهو instant بالزبط ها انت مش محتاج هنا تبعط ال self هو ال self فهمه biologic ماشي فلما يدوس run كده اهو drive the car drive the car اشتغل هنا اشتغل هنا ده معناها ايه معناها ان خلاص ده بقى هنا بقى هنا كده دي شابهي باللغات التانية الحتة ديت يعني لغة البايسون بتبقى مختلفة بس فيها ماشي بس دي طريقة بانك انت تشغل ال instance اللي موجود في المخزن اسمه polo انا هنطول سايب لك صورة الكار في جنب كده واط اللي هنطول الحلقة ديت عشان تبقى متخيل ازاي باخد object من كار وبيحوله ليه كار فعلا وباستخدمه جوه الكود بتاعي ازاي اخد object instant object من class وابدأ استخدمه في الكود بتاعي فاكرة انك انت تستخدم ال object دي دي موجودة هنا مثلا لو هنا مثلا ال a دوت جيت امتجاية عامل ايه a.pite lens ماشي وده عشان استيه تمانية مثلا فهنا pite lens خلاص اصبحت امتجر دوسرا ان كده مش هعمل اي مشكلة انا كنت كده بغلط ماليش في جي هنا نقصة اهو عدى الكود لو جينا هنا دوسنا مثلا control ووقفنا هنا هتلاقي بص ده هنا زي بتكده انترفيز بتاع ايه الكلاس اللي اسمه انتجر ماشي لو شفت هنا جوه ال pite lens فيه self ماشي جوه اي function تاني لازم self في الاول ماشي طيب انا هنا مش مدخل self انا هنا استخدمت pite lens بس من غير البراميتر دوت ليه لان انا استخدمت ال object ذات نفسه لو بتستخدم object ذات نفسه ما بتحتاجش تستخدم self ليه لانه هو فيه حاجة زي متو كده ايه embedded function هو بيفهم الكمبيلر لوحده ان الايه دوت هو ذات نفسه هو السيلف اللي مبعوت مع ايه الكلاس دوت مش عاوز اطول عليكم المرة دي يعني هو concept لسه جديد موضوع الكلاس دوت بس يعني اتمنى الناس اه 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 تبص اه على الكود اللي هتلاقوه في description box تحت الفيديو ماشي وتراجعوه كذا مرة وتحاول تعمل انت object من عندك كده وتكتبها ولو حد عاوز حابب يوريني اي كود ممكن يرفعوه على موقع جيت هاب ويبعاتو انا هكون سعيد جدا لو شفته اه اه اتمنى اللي عنده استفسار من اي نوع يسيبوه فيه ال comments box تحت الفيديو ويرت الناس تبصوا بصا على لينكات بتاع الكورسات اللي في description box تحت الفيديو ويرتنا تدعمنا بعمل لايك وشير وسبسكرايب في النهاية اتمنى للجميع التوفيق كان معكم المبرمج احمد محمدي والى اللقاء في الحلقات القادمة